تمنح الإكسسوارات باللون الأحمر الجاذبية والإناقة على إطلالاتنا لذلك اليوم اخترنا لكم مجموعة من الحقائب باللون الأحمر واللي شفناها على منصات عروض الأزياء لموسم ربيع وصيف 2021 وأول مجموعة من هذه الحقائب هي الحقائب الصغيرة شفناها طبعاً هذه الحقائب على منصات عروض الأزياء وشفنا العارضات اللي كانت لابسة الحقائب الصغيرة اللي تكون على الخصر لشفافة اللون من براند براندون ماكسويل وهذه الحقائب تكون كلش عملية وكلش حلوة للشابات أما الحقائب الثانية فشاهدناها على منصات عروض أزياء لبراند فندي وكانت من الكروشي وبيها بعض حبات اللؤلؤ اللي تنطي الطابع الأنثوي الراقي والأنيق على إطلالاتنا وبان طبعاً الكروشي أتذكر من شنة آني صغيرة ألبس هاي الأنواع من الحقائب اللي تكون كلش من الكروشي وشفناها تشانت بالحقائب الظهر أو الحقائب اللي نلبسها بالإيد فكلش حلو حبيت إنه رجعت مودتها فعلاً ميسم الستايلات اللي اختارتيها كلش حلوة واللون الأحمر عموماً أنا جداً أحبه وخصوصاً بالحقائب اللي تعتبر من ضمن الأكسسوارات أحس تغير اللوك بالكامل اللون الأحمر من الألوان الجداً قوية ميسم بس فعلاً تبطي أناقة ورقي وتغير الإطلالة مثل ما قلنا يعني أحس اللون الأحمر مثلاً هس أنتي اللي لابسته اللون النيلي على تويتي كلش ترهموا يا جنطة حمرة وأني هم ترهموا يا لأنه سادة ويا النيلي ويا الأبيض ويا الأسود يمكن حتى ويا الأصفر ترهموا يا هواية ألوان فمو من الألوان اللي تقيدنا لا بلعكس من الألوان اللي ترهموا يا هواية قطاء من ملابسنا وتنسيقها جداً سهل وبنفس الوقت يطي فخامة ورقي الستايل اللي راح أحكي عنه هو الستايل الحقائب اللي بيها سلاسل وخصوصاً السلاسل الذهبية أنا عن نفسي جداً أحب السلاسل الذهبية لأن تطي فخامة وشياكة وجداً درجة السلاسل بهالفترة شفناها بهوي بالأكسسوارات بالأحزمة حتى بالقلايد ميسا مثلما أنت هي السلافسة السلاسل جداً درجة خصوصاً الذهبية فأكيد بيها الحقائب تدرج وأصلاً هي درجة من زمان بس هس رجعت درجة وبقوة شفناها بالعديد من المحلات العديد من دور الأزياء اعتمدتها مثل دار أزياء أوفي مثل ما دعونا بصور اعتمدتها اعتمدت جلد الأحمر مع السلاسل الذهبية بالأحجام المتوسطة والأشكال الهندسية خصوصاً المستطيل يضطي كلاسيك وبنفس الوقت رقي وأيضاً دار أزياء جوتي اعتمدت اللون الأحمر بالسلاسل الذهبية بطريقة كلاسيك وعملية وجداً رائعة وملفتة للنظار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر